نريد أن نؤكد أنه للتو انتهت الاتصالات مع جميع الأطراف في إطار الوساطة القطرية مع شركائنا الإقليمين والدوليين وتم استلام قوائم المدنيين الذين سيتم الإفراج عنهم من الجانبين وبناء على ذلك طبعا تم تبادل هذه القوائم وتأكيدها تم أخيرا وبعد اتصالات مكثفة وتسليم القائمة الخاصة بالمدنيين الذين سيتم الإفراج عنهم من غزة إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد والذي يعمل طبعا على تطبيق الاتفاق وبناء على ذلك سيتم أو ستبدأ الهدنة الإنسانية في تمام الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة الموافق 24.11 أي يوم غد الجمعة إن شاء الله وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة الرابعة من عصر نفس اليوم سيكون عددهم 13 من النساء والأطفال سيكونون طبعا من الأسر بمعنى أن لو كان هناك مجموعة من الرهائن من أسرة واحدة سيتم الإفراج عنهم جميعا في إطار هذه الدفعة الأولى كما قلنا أن الإفراج سيكون عن 50 ولكن مقسمين على أربعة أيام فاليوم الأول سيكون 13 شخصا بطبيعة الحال مع بداية هذه الهدنة سيكون أملنا الرئيسي في أن تقود هذه الهدنة الإنسانية إلى فرصة لنا جميعا لكي نبدأ في عمل أكبر في إطار تحقيق هدنة دائمة وفي إطار تحقيق سلام دائم كما أن هذه الأربعة أيام خلالها سيتم جمع المعلومات حول بقية الرهائن لنظر في إمكانية أن يكون هناك أيضا أعداد أكبر من الرهائن يتم الإفراج عنهم وبالتالي تمديد مدة هذه الهدنة اشتركوا في القناة